عندما كان لليمنيين وطن ودولة كان للعمال يوم وذكرى في الأول من مايو يقولون عنه إنه يوم للنضال ويقولون عنه إنه يوم عيد للشريحة الأكثر إنتاجا في مجتمع تعطلت فيه آلية الإنتاج وآلاته وبأت التوقف هو الحاضر الوحيد في بلد يحوي إرثه الحضاري على مضامين تقدس العمل والعمال تأتي ذكرى عيد العمال في اليمن بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط البطالة والمجاعة منذ الانقلاب والاشتياح حينما تم إطلاق النار على حياة اليمنيين ويومياتهم الاعتيادية وتحويل جزء من الكتلة السكانية إلى مخزن احتياطي للقتل وفقا لتقارير اتحاد عمال اليمن فقد حافظ العمال على مهنهم من الانهيار خلال الحرب خصوصا أصحاب الأعمال اليدوية الحرفية الذين دخلوا في بطالة جزئية جراء ضعف القوة الشرائية للأسرة اليمنية وانعدام السيولة بسبب انحسار مداخل الدولة من العملة الصعبة تقارير البنك الدولي هي الأخرى أكدت أن البطالة ارتفعت إلى 60% وسط الشباب مع ارتفاع الفقر إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة وخصوصا في ظل انقطاع الرواتب والتحاق أكثر من مليون شخص في القطاع المدني والعسكري في صفوف البطالة وبحسب تقارير صحفية فقد دفعت الحرب مئات الشركات من القطاع الخاص إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها فيما أكد تقرير للأمم المتحدة أن نزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص ونواحدة من كل أربع شركات أغلقت في البلاد بينما تدهرت القدرة الشرائية للسكان مأساة العمال اليمنيين في عيدهم تشكل حضورا بالغا في قلب المأساة اليمنية كأحدى نتائج الانقلاب والاجتياح حينما دكت عربة الديناميت الحوثية المرافق الحيوية لليمنيين في الدولة والمجتمع وضاعفت عدد الموت والعاطلين عن العمل العاطلين عن الأمل العاطلين عن الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر